فهم كل شيء الملك فهموا انو الانستغرام والانترنت الامهات متعمل عليه ضربت الصورة ضربت جيبهم للقصر لبس الكرافات الرباط مضافة تقول شاعلينها في لندر منجاح مبهر قوة اتصالية فريق اتصالي قوي السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو سنسمعوا جنوقة الاعلام تونسي حول الاستقبال الملكي لدرجة الملك محمد السادس لللاعبين المغاربة مع الامهات ديالهم سنسمعوا جنو قد يقول اعلام تونسي حول الجمالية المغرب حول النظافة التي كنا وحول طريقة الاستقبال التي كانت عالمية ركزوا جنوقة للكلامهم على الحصراتهم فيين وصل المغرب وفيين بقناهما فنجدكم مع الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك الناس الذين لا تشتركوا معنا يشتركوا يفعلوا الجرس لكي يوصلكم الجديد دائما دعونا اليوم في هنهار البارد في أطول ليلة في السنة نبدأ بالـ positive vibes والـ positive vibes جيتنا البرح من المغرب في صورة رائعة في احتفال الشعب المغربي والمغاربة الكل وملك المغرب بالفريق المغربي الذي عاد إلى أرضه وإلى دياره احتفالات غير مسبوقة بعض وصول المغرب للدورنس في نهاية كاس العالم وصولها للمغرب كذلك البرح كان محظر تحذيرات بروتوكولية كبيرة زياد ونجيب تونجيكم بعد عبد ستارف أما نقطة أنت تعرفها وهي نقطة البروتوكول اللي هو مهم جلبة الانتباه نظافة شوير عبر ربي اللي تفرجوا فينا من العالم أجمع على اليوتيوب وعالفيسبوك ولا مش بونتا متاع سيجارو تفرج أك نظافة في التاريخ للقصار الملكي وفي الدورة في السنتروفيل متاع المغرب على العموم كانت منظمة باع فهمة شوية شماريخ لكن عادي مع أن نحكيه على كرة عبد ستار هذي يلزمها ناس متاع بروتوكول كاس حينا هو البروتوكول في المغرب عنده قيمة كبيرة من أصل الدنيا داياره يقوله معناها البروتوكول اللي بلوغ معناه أكثر بروتوكول عنده قوي هو البروتوكول المغربي من عهد اللي لا يحمل جالد الحسن الثاني والبروتوكول الويرثي معناها تعرف عندهم وزارة كاملة خاصة بالأمر هذي مش مدير بروتوكول عن وزارة التشريفات والأوسمة والقصور الملكية وزارة كاملة وعادة الوزير يكون أمراء أمير من الأمراء معناها آخر وزير كبير للوزارة هو مولئ إدريس العلوي اللي هو كان معناها مويمير ستن فرانس معناها ويشف على الوزارة دي وبالطبيعة نظافة برشا ناس ريت قالوا أنظفها بالمناسبة مغرب نظيفة مقارنة برشا بلدين أخرين مقارنة بتونس تقولوا تونس صغيرة وغيرة نظيفة برشا بالحق نظيفة وما نحكيش على المدن الكبرى مثلا الرباط وكذا مشيوا تطوان مشيوا شفشاون مشيوا للمدن الصغيرة تونس تشوفوا انظافة اللي موجودتها ثم أنه الرباط هي المدينة الإدارية للتذكير هي المدينة على العمول هي العاصمة الإدارية في أقل كثيفة السكنية مقارنة كازا لكن مثلا برشا ناس يفكروا فاس في الثمانينات فاس مثلا كانت مدينة مصخة لدرجة أنه كانوا يقولوا فاس عمرها مجاهة والي بقيمتها لكن كانوا مشيها طويقة وتشوفوا فاس كيفاش ولات معنا من ناحية انظافة والتركيب نجيب كان جاء الفريق المغربي يعني ما هوش متصالح مع كل الجالية المغربية لانو احنا ركزنا برشا نحكيو عليه شوية بتفصيل عاونو شوفوا السور الجميلة صحيح هو أنو المغرب كونت مراكز عملت براكز تكوين وكل لكن كذلك جزء كبير من الفريق المغربي يما مولود في اسبانيا ولا مولود في بلجيكيا ولا مولود في هولندا ولا فرنسا هذيك بطبيعة الحال وقت الانتسار هذا الكل تنسي بطبيعة لأنهم هما ديفوا على العالم بتاع المغرب ومعانتها وابار معانتها التطور الفني وهم لعبوا بالقرينتا معانتها والشعب المغربي يحس بيش معانتها لعبوا على الدرب وبالقرينتا أنا اللي لحظته مراد اللي المغرب تعرف تسويق الروح بالضبط كانت الذكر المستمعين الكل فكلولايد اللي تحفل حفرة ذيك والنس كل العالم الكل تقريبا يستنم تطفل وهو وصلت له الانقاذ ما وصلت له وشو كذي مرة أخرى معانتها المغرب في كأس العالم تعرف تسوق الروحة وتعرف تبيع المغرب معانتها اليوم يلزم العالم العربي والدول الكل تتعلم المغرب التسويق لانه هي العملية كيفاش تبيع الشاي بتاعك البيع الصورة اليوم نحنا نحكيه في تونس في البلاتو بتاعنا على اضافت شوار على المغرب لو لا الحدث ولا والقرر القرر الملك بتاع الاستقبال والبروتوكول العامل وكذي الروها ضي ما حكينيش معانتها الي هنا ترويج لانه المغرب ماشي في السياحة معانتها بلد بلد سياحي بامتياز اليوم المغرب مرة أخرى تعرف تسوق الروح يلزم نتعلمه يلزم نتعلمه في الاكاديمية تناجر نحكيه عليها بعد خلي نقعده في البعض الاحتفالي زياد مجلب الانتباب تقريبا نضافت شوارع استقبال الملك للأمة هاته نرجع ونحكيهم بعد وعندي نقطة مهمة جدا جلبت الانتباه مع عبد ستار ومعاكم وشوفوك نضافه معناه اغزر الصورة هذيك اللي يتفرجوا فينا نرجعون تكون في لندرا خذيه وكلكار متاع الانجليز تحذير تنسيق وما يسمى بالبراند نيشن معناه هذو مناس يخدموا على الماركة الماركة لبراند متاع المغرب انا نحب نذكر انه في المغرب عرش المكين عمره اكثر من 1200 عام وهو يحكم باستمرار في البلاد الانتباه من اروع المشاكل وحصل لهو ان اخطأ وحصل لهو كذلك انه وراه سجن معارضين وما كانش فيه محوري التعبير ليه ما بش منكونوش في الصورة يقولوش علينا انسوقوا في صورة غير حقيقية للمغرب كاي نظام متاع حكمه كاي فمتني سلطة لكن كمنظومة حكمه وعرش المكين عمره اكثر من 1200 سنة من الطبيعي جدا انه تلقى عنده بروتوكول بهالرداج هذي وبهالكفاءة هذي وبهالقدرة هذي واحد اثنين الاستقبال اللي تم في القصر الملكي بالرباط لللاعبين مع امهاتهم وتكريم الامهات مع اللاعبين والبروتوكول الذي حضيوا به بروتوكول بتاع استقبالاته التي رسمية تم فرقة بتاع عزف ملكي كانت في استقبالهم في الباحة متاع القصر وكان في مقدمة المستقبلين الملك محمد السادس ولي العهد ابنه حسن وكذلك شقيقه الامير رشيد ثلاثين ثانية على القصر الملكي المغربي القصر اللي صارت فيه قصر ريباط هو واحد من قصور المدن الخمسة الملكية التي تسمى انه يعتبر قصر حديث بارابور القصر فاس وإلا القصر مراكش احدث شوية لكن قديم بمعنى انه يرجع على اقل 300 سنة فيه اجنحة جديدة ولكن قصر ملكي حاجة طريفة جدا هو مركب كامل وحاط بصور كني مدينة صغيرة وللعلم انه ماضي 13 صباح تشق حدائق القصر الملكي تدخل في وسط البلد مش هتعدى من اجدال الى المجهة الاخرى من احياء الرباط محلول محلول ببين الحدائق محلول وتشق الحدائق على القصر المدرسة المولوية و المخزن الشريف و برشة مؤسسات في القصر بينقات في ثانية كبيرة تقول انت بما فيهم القصر فتشق الحديقة و الحدائق القصر و الامن و كل اما تتعدى على روحك مراد في التصويره بتاع الامهات اللي هنه نقطها بكأس العالم بقطر وترويج للحضارة العربية الاسلامية و الجنرال لانك نشوف حتى في التصويره اللي فاهل كلها تقريبا 99% من الامهات متدينات لابسين الوحدة تباين الاصول العربية الاسلامية بتاعهم اقل شوية خطر الصورة على اليسار فما نسيب ليش بليش يجيبوني قاعد تاوي الصورة اللي نشوفه فاعلة اغلبية ولهنه امتداد اللي عملته قطر في الافتتاح بتاع كأس العالم اللي عملته قطر وترويج الثقافة العربية وتكلم الكلمك نجاح 200% حتى البرح دير اللي يتبعوا اللاعبين المغاربة حتى صورة قديمة صديقاتي معنى البنات قال كلوك محليهم الاولاد متاع المغاربة لأ جايوا هابش نجيك نقطين على البرتوكول او الحاجة دخلوا بسبيدري دخلوا بكوستيوم اسبيدري اليتاليين اللي هي وليه حاجة معنى مقبولة فاكوامش وقابلوا الملك الملك اللي بس كرافات وذيه كانت فيه نقطة والنقطة الاهم اللي لاحظوها اصديقات هو انو الملك لطلب لم الملعبية ولم الأمهات انو يبوسلوا يده كلهم بسولوا كتف انو ما بسولوا وفهم حتى شكون ما بسش الكتف شوه المغزى عبستاه لا هو جنقلك هو الله يذكره بالخيه من اللي تولى العرش قال ما عادش لازمة ولكن صارت ولكن مرينا الصور كيمشي في زيارات سياسية في بلدين المغرب ما عادش لازمة كانت وقت الحسن فري لازمة ما عادش لازمة بمعنى انو اللي قبل يده بتخاطره واللي ما قبلش هو يمد يده كما قال سيد مصمت الله هو يمد يده يسلم واللي يقلب يده يطبس يبوسها باسها اللي يكبع عليه معنى يقولوا احنا نكبعين معنى لازمة يكبع عليه واللي يصافح وشعره وشعره ما عاش يطالب معنى ما عاش فرض معنى ما عاش مفروضة ولذا فما معناس معينة يفك يده معناس يفك يده معنى يجيو حتى يبوسوا يده يفك والاظمة الملكية جنرال كيمانرو محمد بن سلمان في السعودية وملك المغرب فما تطور في السلوكيات انجينيرال معنى محمد بن سلمان نطور معنى ماشي فى تطور فى باس عودية لانى الملكة بتاع المغرب زادى ماشي لانى الدنيا تطور تطور وتطور وتطور العالم الكل ولا قرية والعاول وكذا يعطيهم الصحة معنى تشوف الفكرة اللى تتروج بتاع استقبال أمهات لانى هم تقريبا متزوجين الملعبية معنى اول مرة فى تاريخ يستقبل بأمهات اللاعبين ليس بالعائلات بتاع اللاعبين هتا عندها مغزى منها لا ترويجها لزيد فهم كل شي الملك فهموا انو الانستجرام والانترنت الامهات متعمل عليها ضربت الصورة ضربت جيبهم للقسر لبس الكرافات الرباة تمضافة وشعلينها فى لندر مناجح مبهر قوة اتصالية فاريق اتصال قوي هذه القوة فى المتنيوين مهما كانت عبقاريته والشخص راهوا قيمة الشخص هم في الناس اللي حوله والناس اللي معاه وهذا من الوقت الحسن الثاني من الطبيعي جدا لما تنتدب أفضل الكفاءات وتحطهم فى امتي معاك بش يقدمون لك الإضافة ويعطوك الصورة والمكانة اللي ترتفع بك احنا نجحنا في يوم كان يوما حزينا وكان يوما قمام افتخرنا به نعتبر انا اخر يوم نجحت فيه تونس بش تسوق الصورة وكيما العادة ما بنيناش عليها اللي كانت يوم وفاة البيجي قايد سبسي والسريمونية هذيك الرائعة اللي كانت رائعة 25 جوليه 2019 وطبعا ما بنيناش عليها الصورة هذيك قعدت يوم يتيم وعطينا دليلا وان كان طبعا يوم حزينا حزينا لانو وفاة شخصية سياسية بيرزة ولكن عطينا الدليل وقتها انو وقت اللي نحبه تونس تخرج انظيفة تونس تخرج جميلة الاخراج التلفز يكون جميل التنظيم يكون محكم عليش خطر وقتها كان ثم فريق ولو فات الفريقه ذيك مخدمش حاجه كبير مراد فتكاد فتكاد كننجيح بيها غير نظافه والااااااااااااااااا عطينا بينه لانو افبر نجيح في ال اتفاقات معينت هني حكيك يا جمال الان وانظفه بتعلم دينا وكبير مارتك نحب نعم نوم نعم ايه ما مخرج منهيش الصورة مظهرتش معطاتش متباعدش حبيت انذكره انو مازلنا 21 ديسمبر 2022 في تونس معنا ولا صنبا واحدة ليه الحنباعل الي هو اكبر ماركة في العالم ولي هو والدنا ولا العقبة بنونافع في القروين ولا عنا بلاسة الانديك وين موجودة كارتاج وهي اقوى براند ممكن في التاريخ كان نعملولها صاني لومير وسبكتاكل صغير شرشارة فلوس على بلادنا وهذه هي مسؤولية كلها من وقت برقيبة برقيبة مكانش يحب وبنعلي مكانش يحب والبيجي ما عمله حد شيء واللي تاوي ما عمله حد شيء كلمة انو المغاربات يقولوا من وقت رجوع محمد الخامس بالاستقلال 55 هذا اكبر حدث نظيمة كما يجب بالمغربي كان هذا هو الفيديو دي اليوم اخلو لي الرأي ديكم بالتعليقات مش بخلوج عليها بالرأي ديكم ننسي ما زال ما مشتابك انش بمعنا اشتركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دينا دايما شكرا لأي واحد كده عمو محشو دينا كيب العيدا نشوفو فيديو جديد دايما مغرب شكرا لشنون